بسم الله الرحمن الرحيم. من حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو الخامس من سلسلة شرح بردامج الماكروسوفت وورد. وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كيفية إنشاء ملف جديد من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنبدأ نشوف ازاي نقدر ننشئ ملف جديد. هنبدأ بأن نفتح البردامج. قدامنا نوعين من إنشاء ملف جديد. إنك تختار مستند فاضي وهو ده دايما اللي احنا بننصح به. أو إنك تختار تمبلت من التمبلات اللي موجودة كقالب من الأوالب اللي موجودة الجهزة تقدر تشتغل عليه. هنشتغل حاليا في الفيديو ده بطريقتين. في البداية هاخد بلانك ديكمنت كمستند فاضي وهبدأ اني اشتغل عليه. حاليا المستند زي ما هو واضح ده بحضرتكم. تقدر بأنك تكتب عليه وتاخد راحتك فيه وتقدم فيه اي شيء انت بتجهز انك تعمله. طيب. أنا دلوقتي اشغال في مستند. اسم المستند بيظهر فوق. مع اسم البردامج. عايز افتح ملف جديد. تقدر بأنك تدخل على فايل وتاخد نيو. وبعد كده تختار بلانك ديكمنت. فهنا هيبدأ فتح لك الملف التاني اللي هو دوكومنت تو. طيب. هنكتب فيه رقم اتنين. بعد كده فيه اختصار يهمك بأنك تعرفه. الاختصار ده هو. كنترول ان. كنترول ان ده هو الاختصار اللي بيقدر يخليك بأنك تشتغل على مستند جديد. لما بتضغط الزرارين دول مع بعض. بيبدأ بأنه يفتح لك مستند جديد. وده اختصار بدل ما تضغط على فايل وتضغط على نيو. بتقدر بأنك تضغط كنترول ان. في بدأ انه يفتح لك ملف جديد. زي ما انت لاحظت هنا. بأنه يفتح لك ديكمنت ثري. يبقى دلوقتي. طرق انشاء الملف الجديد. بأنك تاخد فايل نيو. وبعد كده تاخد بلانك ديكمنت. او بأنك تستخدم كنترول ان. زي ما احنا ما وضحنا هنا لحضرتكم. دلوقتي ده. علشان تقدر تشتغل على مستند موجود عندك. طيب. انا دلوقتي هشتغل على قالب من الاوالب. خضط على فايل وبعدين نيو. وبعدين هشوف الاوالب المتاحة. في مجموعة من الاوالب اللي هو بيوفرها لك في الورد اللي انت تقدر بأنك تشتغل عليها بشكل طبيعي. وبعد كده تقدر تحرر في المحتوى الخاص بها. الاوالب ديت ممكن تستخدمها او تبحث فيها عن القالب اللي انت عايزه. مثلا لو انت عايز سيرة ذاتية في بعض الاوالب زي الاوالب ديت للسيرة الذاتية. فيه قالب تاني للسيرة الذاتية. طيب فيه اوالب للتقارير. طيب فيه اوالب المطويات. فيه اوالب للكلندر. تقدر بقى انك تستفيد من الافكار في اوالب للشهادات. تقدر بقى انك تستفيد من الافكار اللي متاحة عندك فيه البرنامج. على سبيل المسال انا هدخل على القالب الخاص ده. القالب ده خاص بمطوية. هقول له هو حاليا فتح لي القالب الخاص بالمطوية اللي قدامي. تقدر بقى انك تضغط على اي حاجة انت عايزها فيها ويتحررها او تغير النص اللي انت عايزه وتقدم المحتوى اللي انت عايزه بشكل طبيعي. دي الفكرة بتاعة الاوالب. ممكن اخد الالب بتاعي. اخد فايل نيو. واختار فكرة الالب السيرة الزاتية. بيعرض لك هنا معلومات عن الالب وي من مساحة الملف. خضطة على كريات. هو هنا عمل لي الالب. تقدر بانك هنا تقدر تحرر في الالب فتقدر مثلا بانك تكتب اسمك. بعد كده تقدر تحرر بياناتك الخاصة بيك بالشكل اللي انت شايفه مناسب. دلوقتي عندك طريقتين للتعامل مع الورد. ممكن انك تختار آلب. ممكن انك تختار مستند فاضي تماما وتبدأ في ابداعاتك. انصح دايما باستخدام الملف الفاضي او الآلب الفاضي على اساس انك تقدر تصمم التصميم اللي يعكس رؤيتك للملف اللي انت عايز تكتبه وتقدمه على برنامج الورد. بكده نكون شرحنا ازاي تنشئ ملف جديد على الورد. في الفيديو التالي هنشرح ازاي تحفظ ملف الورد الخاص بيك. شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشرفونا بالاشتراك في القناة. اشتركوا في القناة